هذا وعدت لجنة الأولمبية البحرينية برنامج اليوم الرياضي الوطني الرئيسي عبر البث التلفزيوني بالتعاون مع وزارة الإعلام حيث تم تشييد استيديو خاص يحمل هوية اليوم الرياضي نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تفشي جائحة كورونا كوفيد تسعة عشر ودعما للجهود الوطنية التي يقوم بها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التصدي للجائحة وبتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فقد تم الاحتفال باليوم الرياضي الوطني لهذا العام عبر الواقع الافتراضي عن بعد وأكدت اللجنة المنظمة العليا للحدث بأن الاحتفال سيقتصر على الفعاليات التي ستتم عبر استخدام مختلف التطبيقات ووسائل التكنولوجيا الحديثة وليس من خلال البرامج والمسابقات الرياضية الميدانية منعا لأي تجمعات خارجية هذا وقد أعدت اللجنة الأولمبية البحرينية برنامج اليوم الرياضي الوطني الرئيسي والذي يقام عبر البث التلفزيوني بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام حيث تم تشيير استوديو خاص يحمل هوية اليوم الرياضي ويتضمن البرنامج التلفزيوني سلسلة من التحديات الرياضية والعروض والفقرات المتنوعة بمشاركة نخبة من نجوم الفن والرياضة اتخذت اللجنة الأولمبية البحرينية الإجراءات الصحية والاحترازية اللازمة لكافة المشاركين في الاستوديو حفاظا على سلامة الجميع